بالأسرة الإعلامية على حضور هذه الندوة الصحفية التي سنتطرق فيها إلى قضية على جتهام حكمة الإمسان اليوم وتتعلق بتفكيك شبكة تخابر وتجسس بغرض المساس بأمن الدول إذن وعمل بإحكام المدى الحادي عشر من قانون الإجراءات الجزائية ومن أجل تنور الرأي العام وتفادي انتشار أي معلومات غير كاملة وغير صحيحة بخصوص هذه القضية ودون المساس بسرية التحقيق فإن نيابة الجمهورية لمحكمة الإمسان تعرض عليكم بهذه الندوة ظروف ومنابسات تفكي عناصر هذه الشبكة الإجرامية وتقديمهم إلى العدام بتاريخ 24 أوت 2024 صباحا في إطار محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وبعد ورود معلومات لمصالح الأمن المختصة حول تحركات شخص مشبوه من جنسية المغربية بوسط مدينة الإمسان تم إختار نيابة الجمهورية بذلك وأمرنا بفتح تحقيق ابتدائي وموافتنا بالنتائج بنفس التاريخ تم توقيف المدعو الزايمين من جنسية المغربية والبالغ من العمر 32 سنة وتبين أنه دخل التراب الجزائري بطريقة غير شرعية بعد استغلال الهاتف النقال الخاص بالمعنى بموجب إذن من النيابة وبعد استجواب المعنى تبين أنه يعمل ضمن شبكة دجسوس وتخابر تعمل لصالح جهة أجنبية رفقة رعاية مغربة وكذا جزائريين بتاريخ 28 أوت 2024 تم توقيف ستة أشخاص ثلاثة من جنسية المغربية تتروح أعمارهم بين 32 و39 سنة ويتعلق الأمر بكل من المدعوين طا ألف ميم خا وميم ها وثلاثة أشخاص من جنسية جزائرية تتروح أعمارهم بين 33 و46 سنة ويتعلق الأمر بكل من المدعوين را ميم ألف طا ذا سين ألف وباء را توصلت التحريات إلا أن جميع أفراد هذه الشبكة كانوا يتلقون التعليمات من طرف المدعوبة الصاد من جنسية مغربية كما توصلت نتائج التحقيق الابتدائي إلى قيام هذه الشبكة بتجنيد رعاية مغاربة ومواطنين جزائريين من أجل المساس بمؤسسات أمنية وإدارية جزائرية تم توقيف عناصر هذه الشبكة من طرف الضبطية القضاءة المختصة خلال خمسة أيام وتم اليوم موافق لواحد سبتمبر 2024 تقديمهم أمام اليابات الجمهورية وبعد استجواب المشتبه فيه أمرنا بفتح تحقيق أضائي ضدهم وضد كل من اكشف عنه التحقيق بتهم جناية القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو أحد عملائها ضد المتهمين راميم ألف طار ذا سين ألف وبارا جناية التجسس ضد المتهمين زايميم طالف ميمخا وميمها بالإضافة إلى جنحة الدخول بطريقة غير شرعية إلى الطراب الجزائري ضد المتهمين زايميم وميمخا الأفعال المنصوصة المعاقبة عليها بالمواد اثنين وستون واربعة وستون من قانون العقوبات والمواد ربعة ربعة وربعين وستة وربعين من قانون سفر ثمانية احداش المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها إلتمست نياب من السيد قاضي التحقيق إصدار أمر إيديا ضد المتهمين وكل من يكشف عنه التحقيق بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإعدائهم عن الحبس المؤقل هذه هي المعطاية التي ارتأت نيابة الجمهورية لدم حكمة الإمسان تنوير الرأي العام بها والقضية حاليا قيد التحقيق القضائي أشكركم على حسن الإصغار وعلى تلبيت الدعوة من أجل التغطية الإعلامية لهذه القضية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته